في الاحصائيات دي يعني خل الاسلايد ده منجود عايز سألك عايز ايه رأيك النهاردة فيه اداء اصغر لعيب في تاريخ اليورو واصغر لاعب يحرز هدف في تاريخ اليورو يامال مغربي من اصول مغربية اوغندية بيرعى في منتخب الاسباني يعني تاريخ جديد بيتكتب من لاعب شاب خلينا نقولك ان هو اسمه جمال يعني والده اسمه جمال ولكن بس عشان في اسبانيا والنطق وصعب يقولوا الجيم فبقى يامال فاحنا بنتكلم في ان لاعب معجزة غير اللي بيقدمه مع برشلونة رغم ان هو برضو ما شاركش كتير ولكن كان بيقدم حاجة كتير قوي النسخة الحالية من اليورو هو بيقدم اداء مش طبيعي عايز اقولك ان قانون في المانيا بيمنع اللي اصغر من 18 سنة اصلا انه يفضل بيشتغل لبعد الساعة 10 بالليل عندهم ولكن يامال وفعلا اتغرم قبل كده منتخب اسبانيا ان هو ساب ويلعب لغاتي دية 90 لان هما كمان هتغرم تاني النهاردة وهيتغرم النهاردة تمام ما هوس انت انت كنت مغلوب اللي جاب لك الماتش لعيب عن 16 سنة هتخرجه وخدح سليع في المبارات كمان نارد ما نوفز ماتش فانت هتخرجه لا انا هدفع الغرامة اللي هي كان تقريبا 30 الف يورو لا هدفع الغرامة وخليه لان انا بأخره عن معادل المفروض يروح طيب عايز برضو اقارن بقى لعيب زي امال بلعيب زي مثلا كاليانين بابي وكان معقود عليه الامال الفرنسية اداءه على صعيد الارقام يعني صفر تقريبا اذا ما قررناه باداءاته السابق هو انا شايف انه هو مظلوم شوية او يعني كان حظه وحش مش مظلوم فكرة انه تصاب في اول ماتش اصاب في اول ماتش ومارخيره والقصة والمسك اللي هو بيلعب فيه دي بتتعب اي لعب بسرعة طريبا ما لعبش بيه الا ماتش واحد لا لا ده اول ماتش يقلعه اول ماتش يقلعه النهاردة فالموضوع كان صعب هو واضح ان امبابي مش في حالة بدنية كويسة بالاضافة طبعا للاصابة اللي اخريته كتير او ما كانش محظوظ بسببها بزايد ان في حالة يأس جماعية في منتخب فرنسا خلينا بقى نخش بقى فني اكتر ونتكلم بتفاصيل قبل الماتش كل العالم عارف ان خطورة المنتخبين في الاجنحة سواء هنم بابي او ديمبلي سواء في اسبانيا بنتكلم على يمال او الناحية التانية وليمز فطبيعي ان انا اي مدير فني في الاتنين هيبقى عامل حسابه كويس اوي في الحتة دي دي شامب عمل ايه ثلاثة في نص ملعب دفاعي بنتكلم على كانتي بنتكلم على ربيوت بنتكلم على شاوميني شاوميني بالزبط في المقابل منتخب اسبانيا لا لفونتي ما عملش كده خالص لفونتي كان ساي برودري لوحده معاه فابيان رويز وده نقلمه عدوما جبتهم هما اكتر اكتر شوية بالزبط حتى فابيان رويز معروف ان هو دوره هجومي اكتر بكتير وقلمه اصلا عشرة مركز عشرة فطبيعي ان كان عنده قزمة كبيرة جدا في الشوت الاول وده اللي احنا شفناه لو احنا معنا الحالات بتاعة نص ملعب اسبانيا ونبدأ نستعرضها بنتكلم ان انت في اول عشر دايق ربع ساعة الدنيا تقلبت عشان مفيش حد بيغطي دفاعيا في مساحات كبيرة ورغم ان كمان كرفخال كان موقوف ولعب النفيز فكان فيه مشكلة على الرغم ان فرنسا هي اللي بدأ بالتسجيل بالزبط تعالى بقى ما هو ده العزي بكلم صح لا معلش لو نرجع من الاول هو بتكلم في حتة دي ان فرنسا استغلت ان كان فيه فراغات ومساحات كبيرة بالزبط في وصل ملعب اسبانيا فبالتالي وصلوا كتير حتى لو الوقت اللي بقول عليها عز الجن الاولاني لما تشوفها وتلاقي كله ان ببير راح واحد على واحد بخيزه سنفاز عنده 38 سنة موضوع صعب جدا طبعا خلينا نستعرض مع بعض احنا هنا بنتكلم ان الكرة رجع لمنين وبيلعبها طويلة حالات مبارات النهار ده طبعا اسبانيا وفرنسا بتخب اسبانيا عامل هاي بريشير عايزي جيب الكرة فاحنا نشوف الصورة اللي بعدها ايه اللي هيحصل هيلعبها طويلة انا عايز اقول لك اللي اتنين اللي عليهم الدايرة دول دول سنائي نص الملعب رودري ورويز انا اسف مع راش الاسم هربون مني ليه فلعب طويلة الكرة طويلة اللي طالعا يلعب بدماغه اللبس ابيض ده ده دمبلي زحلاء هالكوليموني انا عايز اقول لك بقى بص رايح كام اتنين على اتنين وانا احنا بنتكلم هنا دمبابي يعني سرعات يعني هيقدر يخترق ده لو كان في حالته الدفاع لعابة نص الملعب بتحاول تلحق تلم الكرة في الصورة اللي بعدها هنكتشف انه هو فعلا مواني لعبها سرول للمبابي ولكن هو لو في حالته الفنية وقدر يستلم الكرة بطريقة مميزة كان راح ينفراد تام وقدر يسجل هل الموضوع ده ممكن ناجه على الصورة الفات دي هقول لي ناس على حاجة شبهة طبعا مع اختلاف الامكانيات يعني وثامر أبو علي وثامر أبو علي وثامر أبو علي نفس الكرة بالزبط عمر كمال ادهل وثامر أبو علي عمل حاجة معينة فلاقت فجأة لقيت وثامر أبو اللي قدام والمدافع وراه عشان راح من اللي بيسموها الزاوية الزاوية العالمية المدافع بس اللي أصده ان خيزوس نفاس عنه 38 سنة اللي قطع كرة دي اللي هو المدافع أسبانيا اللي في الصورة في الآخر ده ده عنده 38 سنة وامبابيه 25 وسرعة امبابيه قدي مرتين بالزبط بس اللي أصده زي ما عز قال وبأكد كلامه ان امبابيه مش في حالته ده لو في حالته الكرة دي جوه من مليون في المليون هل الموضوع توقف عند الهجمة دي فقط لأ تعالي عايزي أقولك لو مش في مرتدة بقى لعب عادي جدا أنا بابني اللعب دمبي لي معا الكرة وماشي بعرض الملعب في الصورة اللي بعدها منتخب أسبانيا متمركز ولكن فيه مسيحات كبيرة جدا جدا هتلاقيها في تباعد بين الخطوط في الصورة اللي بعدها هبان كويس قوي دمبي لي ماشي بالكرة وابعرض الملعب ويدور على زاوية باس شايف المساحة الفاضية المساحة الفاضية دي مين فيها وراء هيظهر تخيال انت مين هنكتشف ان ده كاليا نمبابيه ومفيش حد خالص من لعيبة نص ملعب مغطي مع نفاز ونفاز برضو زي ما عثمان قال احنا بنكلم في اللعيب عنده 38 سنة في الصورة اللي بعدها ومش أساسي ومش أساسي هو طبعا عشان كرفخال كان موقوف من المباراة اللي فاتت فكان هو مضطر لفوينتن هو ينزل اعتقد دي لقطة تجون دي لقطة تجون بالزبط فهنا مبابيه لما نتحط في موقف واحد ضد واحد كيلين أكيد أكيد الكرة دي هتسفر عن حاجة خطيرة جدا وبالفعل في الصورة اللي بعدها الرجل بيرفع الكرة بمنتهى الأريحية ويطلع مهاني يحط الكون ويتقدم منتخب فرنسا في المباراة بواحد صف إذن أسبانيا نزلة بأخطاء تيكتيكية في التغطير بالزبط وعايز أقولك لا معليش يعني أنا الصنب يوم أنا بتفرج على الماتش أنا قلتها هي هتبقى حفلة منتخب فرنسا الثاني والثالث لأن في الحالة اللي بعدها هنكتشف برضو بخطأ أو سوق تركيز إيه اللي التركيز من لعيبة منتخب بسماك بص الكرة ديمبل لعيبة بالعرض الرابيط اللي تزحلق ده نفاز هلنا بنتكلم بقى اثنين على واحد نبقى بيه لو واحده خالص لو لعبها صح كان رابيط خلاص جون تاني ولكن هنا نفاز ما كانش قدامه حل غير إن أنا يجيب الكرة يجيب رجل الرابيط كرة مش هينفتك وفعلا نعمل فو وخد انزار وخد انزار